طيب لغاية النهاردة لماذا نحن نتعثر دائما فيما يخص القوانين الخاصة بالمرأة؟ عشان الثقافة المجتمع ثقافة المجتمع هي اللي بتقوم يعني من الجهة في المجتمع اللي صوتها عالي اللي بتوقف أي شيء؟ كل الجهات اللي بتراجع بتعمل حساب للطيارات اللي بتسيء تفسير أي شيء فيه تقدم أو لصالح المرأة المصرية وأنا شايف أنه أي حاجة لصالح قضاء المرأة هو لصالح المجتمع ولصالح مصر تقدم موقف المرأة المصرية وتحريرها من أي قيود تكبل حقوقها أو حركتها هو تقدم لمصر ومصلحها لمصر فإحنا بنتكلم على حاجات زي كده كل القضايا دي التفسير التفسيرات السلفية وأول أنا أسفة اللي هي غير مستنيرة هي اللي بتقف وتبتدي تسير قضايا تتهم أي حد بيطلب حقوق موجودة ومعترف بيها في بلاد عربية وإسلامية منذ سنين طويلة لما نيجي إحنا نغير القانون في مصر ونقول إحنا عاوزين هذه الحقوق يبقى إحنا ناس بنخالف الدين ويبقى إحنا ناس بنخرج عن الدين وده شيء طبعا لازم يتغير لازم يتواجه طيب لو كان الرد مثلا أنا طبعا لا أحمل هذا الرأي لكن أنا هعطي نفسي مكانهم تفضل وحيقولوا والله إحنا الدستور بينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الحاكمة لكل القوانين هل الشريعة الإسلامية بحكم أنك محامية وفي هذا المجال يعني ثبت براعتك جدا جدا هل الشريعة الإسلامية بتمنع العدل عن المرأة؟ طبعا لا طبعا لا الشريعة الإسلامية يا جماعة الشريعة الإسلامية أساسا والقرآن الكريم لما جاه يعاقب الرجل والمرأة يحط جزاءات عقوبات ما جاهش يعاقب الرجل بعقاب على نفس الجريمة ويعاقب المرأة بعقاب أقل يعني العقاب واحد الجريمة واحدة ولا عقاب واحدة فيه إيه دليل أكبر من كده على المساواة في الحقوق والوجبات فيه إيه؟ فيه حاجات بحكم طبيعة الأدوار الأم والأب ومفهومة وطبيعية لكن لما نيجي على حقوق أساسية لازم الحقوق يبقى فيها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ يعني مبادئ العدالة والإنصاف ما يبقاش فيه سوء استخدام للتفسيرات الحقيقة غير متوازنة ولا تراعي تغير الأدوار وتغير الظروف ولا تراعي حتى التطور اللي حاصل في دور المرأة